من المقيس خطر داهم وخطر جاثم وخطر قادم ومضت الأسابيع بعد الخامس والعشرين من جوليا الماضي وكان يمكن الأعلان عن حكومة جديدة في ظرف أيام بل وفي ظرف ساعات ولكنني فضلت أن أتحقق بنفسي من أن لا يكون أي عض في هذه الحكومة من أي جهة كانت وأن لا تشوبه شائبة من أي صنف كان كما تركت الوقت للوقت وللتاريخ حتى تصير عملية الفرز الفرز التاريخي الحقيقي من صفق للخامس والعشرين من شعر جوليا ولم يجد حظه فالأيام التي بعدها صار يندد بتلك التدابير التي تم اتخاذها وهناك من جاءته تحويلات من الخارج وهي موثقة في لجنة التحاليل المالية لينقلب على عقبيه ويدعو الرجوع إلى الوراء لن نعود إلى الوراء أبدا ولا رجوع إلى الوراء أبدا فأن كانوا يريدون السير عكس مسار التاريخ فليعلموا أن الشعب لفظهم والتاريخ رفظهم بدوره فلا ثباته ولا مبدأ عندهم على أي قيمة من القيم كانوا يعتقدون أنني سأوزع المناصب والحقائب هكذا يسمون الوزارات ولكن حين يائس انقلبوا على أعقابهم خاسئين وأكثر من ذلك كانوا في بعض المناسبات ولم تكن قليلة يعيدون بالحرف الواحد ما كنت أقول لهم في بعض الجلسات وينسبونها إلى أنفسهم ثم يختمون كلامهم بأقضع الكلام ثم قال بعضهم في الأيام الأخيرة أنهم هم الذين ساهموا في اتخاذ التدابير الاستثنائية فشكرا لهم على مساهمتهم وشكرا لهم على ادعائهم وكذبهم لأنهم لو كانوا صادقين لماذا تغيرت مواقفه فقدوا الأمل في المناصب وتحولوا إلى دعاة ضد ما يسمونه بالانقلاب فعن أي انقلاب يتحدثون ويتحدثون أيضا عن الحكم الفردي وينددونه بالحد من الحريات من تم من تم سجنه أو تم حتى رفع دعوة إلى القضاء من أجل فكرة أو من أجل موقف أو من أجل تظاهر في الطريق العام بالرغم من أننا نعيش في ظل حالة الطوارئ أنني اتخذت القرار بمفردي لوحدي بعد استشارتي من استمت استشارته اتخذت هذا القرار لأنني عندما عدت من مدينة ارديف قلت كيف سأقف أمام ربي وأمام شعبي اتخذت هذا القرار لأن الوضع اقتضاه والمسؤولية اقتضته والواجب فرضه للحفاظ على الوطن ثم ايضا لوضع حد لنهب مقدرات الشعب ومرة اخرى بدأ بدأ الطمع يظهر والجشع يبرز والاستهزاء بارادة الشعب والتنكيل به في معاشه وفي محيطه البيئي بل وفي كل مظاهر الحياة وأكثر من هذه المظاهر التي يعرفها الجميع ثبتة بما لا يدعو لأي مجال للشك أن هؤلاء تقاضوا الملايين من الدولارات ومن الأورو من الخارج في الانتخابات الماضية وما زالوا يدفعون الأموال ويتقاضونها خارج كل إطار قانوني ولم يلاحقهم أي وجزاء ينتظرون انقضاء الأجال فأين القضاء لماذا لا يحاسبون هؤلاء كما يحاسبون الفقراء والمساكين اتخذت القرار الذي كان علي أن أتخذه لأنني لن أترك وطني فريسة للوحوش وللكواسر والحمد لله أنه قد تم في الفترة الأخيرة الماضية الفرز التاريخي الفرز ليس في مراكز قرار الفرز في سنديق الانتخابات ولكن ولكن الفرز في محكمة التاريخ وأعلن اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر من سنة أحدى وعشرين وألفين قبل أيام قليلة من الاحتفال بالذكر الحادية عشرة لهذا الانفجار التاريخي غير المسبوق لهذا الارتفاع الشاهق في التاريخ غير المسبوق على الإجراءات التالية أولا يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة ثانيا تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شار جنب القادم وقد تم بعض الأعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيداً عن التعقيدات الفنية وقد تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية وإلى جانب هذه المنصات سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل وفي الخارج على السوى في العشرين من شهر مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكر الاستقلال ثالثاً يتولى لجنة سيتم تحديد عظائها وستم تنظيم اختصاصاتها وستيتولى أعضاء هذه اللجنة التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان القادم رابعاً يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر جوليا تاريخ الاحتفال بذكر إعلان الجمهورية هذا بطبيعة الحال إلى جانب بعددًا من الأصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدًا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدًا أيضًا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس خامسًا تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله وفق القانون الانتخابي الجديد يوم السابع عشر من شهر ديسمبر من سنة 22 وعشرين وألفين أي بعد حوالي عام من الآن بعد الاستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم إدخالها خاصة على القانون الانتخابي وعلى عددًا من النصوص الأخرى سادسًا سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الأعلان عنه منذ سنة 12 وألفين يتم ترتيب المتهمين أو التي تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتم ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا فيتولى الأكثر تورطا القيامة بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها هذه أموال الشعب يجب أن تعود إلى صاخبها وليس لمن اختلس هذه الأموال وليس لمن ابتز هؤلاء في حملات انتخابية أو في بعض العمليات الاحتجاجية المفضوحة لأنها موثقة بالصور وبالتقارير سابعا محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها ولا زالوا الآن يجرمون وعلى القضاء وأؤكد على القضاء أن يقوم بوظيفته في نطاق في إطار الحياد التام سننتحدث اليوم في تونس عن قضاء فلان وعن القاضي التابع لفلان القضاء مستقل وعليه اليوم مسؤولية تاريخية في أن يعطيه كل ذي حق حقه مهما كان مركزه يا شعب تورس العظيم في كل مكان فالداخل والخارج هذه مسؤولية نتحملها أمام الله وأمامكم وأقول وأقول للمناوئين الذين الذين دأبوا على المكر والكذب والافتراء أن عمقنا الشعبي أعمق بكثير من عمقهم الشعبي وأننا لا نبغي إلا أصلاحا وتحريرا للوطن وتحريرا للمواطنين الذين جثم من ذكرتهم على صدورهم وصادروا حريتهم بل صادروا حقهم وصادروا في الحياة فضلا عن الشغل والحرية والكرامة الوطنية أنني على يقين أن هذه المواعيد يجب أن تنفذ حتى تعود السيادة إلى صاحبها قد تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر للمخاطر ولكننا لا نهاب السعاب وسر تشاوز كل العقبات بإذن الله تعالى وصادروا 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 شكرا